وقفنا في الجزء الأخير من الحوار معاها عند اللي حاصل عموما فيه فيما يتعلق به النادي الأهلي وكابتن فيتسو موسماني وعرفنا منه أنه فيه توجه عام كان موجود عند صنوع القرار والأشخاص المعنين في النادي الأهلي ماشي في سكة الاستقرار والاستمرار ولكن هو اللي كان لديه رؤية تانية لأي أن كانت الاعتبارات وأعتقد أننا لازم برضو ناخد في الاعتبار وجود عرض مقدم له كابتن فيتسو موسماني في توقيت معين ممكن يبقى برضو ساعد في اتخاذ قرار ما طبعا أكيد وديه بنسبة 100% الحقيقة ده موجود بنسبة 100% بدليل أنه هو يعني الناس بيجدده الثقة والناس بيقوله أننا لا عاوزين استقرار ونستمر وكده الأول أعتذر فهو فيه عنده عرض وعرض يمكن في خلال الفترة اللي فات دي التأتشر يوم قررت ماشي أنا المعلومة دي مش عندي يعني لو هي حضرتك هتقولها دي على مسؤوليتك لا على مسؤوليتك أنا أنا ما عنديش المعلومة أنه هو اللي أعتذر أنا اللي عرفه الموضوع مثلا مش كده بالظافة هذا بيان نادي الأهلي ما هو قال بيان بالتراضي والتراضي كان من قبل الجانبين مش أنه هو رفض لا البيان بيقول أن الشركة الكورة ولجنة التقطير كان عندها نية الاستمرارية بس ربما لفترة ما ما هو برضو يعني مش هتعلن أن تفتح أولئك في اللي جاي تمام بتاع بيان ده اللي حصل في يعني وأعتقد دوات حد يعني نادي الأهلي البيان